استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي السيد جوسيب بارل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسيد كريستين بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة السيد بوريل في إطار عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي وللروابط القوية التي تجمع الجانبين في ضوء التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط بالإضافة لكون الاتحاد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر من جانبه أعرب السيد جاسب بوريل عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا تحيات السادة رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى السيد الرئيس ومشيدا في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا فضلا عن كونها محورا للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليا بمرحلة حارجة من الاتراب الشديد مما يجعلها شريكا استراتيجيا هاما للاتحاد الأوروبي وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تطرق إلى الجهود التنصيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث أكد السيد رئيس موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهديئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية مؤكدا سيادته دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا مرورا بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولا إلى مسار برلين وصدور مبادرة إعلان القاهرة من جانبه أكد المسؤول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية ومثمنا الجهود المصرية المقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمثل الأمنة والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأيضا اتجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين فيما يتعلق بقطاع غزة وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق كذلك إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد رئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف مؤكدا سيادته الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري